بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين أما بعد فقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تيسير اللطيف المناني في خلاصة تفسير القرآن قصة موسى وهارون عليهما السلام قصة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام قد ذكر الله لموسى ابن عمران ومعه أخوه هارون عليهما الصلاة والسلام سيرة طويلة وساق قصصه في مواضع سيرة طويلة قد ذكر الله لموسى ابن عمران ومعه أخوه هارون عليهما الصلاة والسلام سيرة طويلة وساق قصصه في مواضع من كتابه بأساليب متنوعة واختصار أو بسط يليق بذلك المقام وليس في قصص القرآن أعظم من قصة موسى لأنه عالج فرعون وجنوده وعالج بني إسرائيل وليس في قصص القرآن أعظم من قصة موسى لأنه عالج فرعون وجنوده وعالج بني إسرائيل أشد المعالجة وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل وشريعته وكتابه التوراة هو مرجع أنبياء بني إسرائيل وعلمائهم وأتباعه أكثر أتباع الأنبياء غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم وله من القوة العظيمة في إقامة دين الله والدعوة إليه والغيرة العظيمة ما ليس لغيره وقد ولد في وقت قد اشتد فيه فرعون على بني إسرائيل فكان يذبح كل مولود ذكر يولد من بني إسرائيل ويستحي النساء للخدمة والامتهان فلما ولدته أمه خافت عليه خوفا شديدا فإن فرعون جعل على بني إسرائيل من يرقب نساءهم ومواليدهم وكان بيتها على ظفة نهر النيل فألهمها الله أن وضعت له تابوتا إذا خافت أحدا ألقته في اليم وربطته بحبل لألا تجري به جرية الماء ومن لطف الله بها أنه أوحى لها أن لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فلما ألقته ذات يوم انفلت رباط التابوت فذهب الماء بالتابوت الذي في وسطه موسى ومن قدر الله أن وقع في يد آل فرعون وجيء به إلى امرأة فرعون آسية فلما رأته أحبته حبا شديدا وكان الله قد ألقى عليه المحبة في القلوب وشاع الخبر ووصل إلى فرعون فطلبه ليقتله فقالت امرأته لا تقتلوه قرة عين لي ولك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا فنجى بهذا السبب من قتلهم وكان هذا الأثر الطيب والمقدمة الصالحة من السعي المشكور عند الله فكان هذا من أسباب هدايتها وإيمانها وكان هذا وكان هذا الأثر الطيب والمقدمة الصالحة من السعي المشكور عند الله فكان هذا من أسباب هدايتها وإيمانها بموسى بعد ذلك أما أم موسى فإنها فزعت وأصبح فؤادها فارغا وكاد الصبر أن يغلب فيها وكاد وكاد الصبر أن يغلب فيها إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه وتحسسي عنه وكانت امرأة فرعون قد عرضت عليه المراضع فلم يقبل ثدي امرأة وعطش وجعل يتلوى من الجوع وأخرجوه إلى الطريق لعل الله أن يسر له أحدا فحانت من أخته نظرة إليه وباصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون بشأنها فلما أقبلت عليه وفهمت أنهم يطلبون له مرضعا قالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ثم ذكر الله في هذه السورة قصة مفصلة واضحة وكيف تنقلت به الأحوال قراءتها كافية عن شرح معناها لوضوحها وتفصيلاتها ثم ذكر الله ثم ذكر الله في هذه السورة قصة مفصلة واضحة قصة قصة نعم وكيف تنقلت به الأحوال قراءتها كافية عن شرح معناها لوضوحها وتفصيلاتها والله تعالى ما فصل لنا إلا ما ننتفع به ونعتبر ولكن في قصته من العبر والفوائد شيء كثير ننبه على بعضها ذكر الفوائد المستنبطة نصا أو ظاهرا أو تعميما أو تعليلا من قصة موسى صلى الله عليه وسلم ذكر الفوائد المستنبطة نصا أو ظاهرا أو تعميما أو تعليلا من قصة موسى صلى الله عليه وسلم منها لطف الله بأم موسى بذلك الإلهام الذي به سلم ابنها ثم تلك البشارة من الله لها برده إليها التي لولاها لقضى عليها الحزن على ولدها ثم رده إليها بإلجائه إليها قدرا بتحريم المراضع عليه وبذلك وغيره يعلم أن ألطاف الله على أوليائه لا تتصورها العقول ولا تعبر عنها العبارات وتأمل موقع هذه البشارة وأنه أتاه ابنها ترضعه جهرا وتأخذ عليه أجرا وتسمى أمه شرعا وقدرا وبذلك اطمأن قلبها وازداد إيمانها وفي هذا مصداق لقوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فلا أكره لأم موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة وآثاره الطيبة ومنها أن آيات الله وعبره في الأمم السابقة ومنها أن آيات الله وعبره في الأمم السابقة إنما يستفيد منها ويستنير بها المؤمنون والله يسوق القصص لأجلهم كما قال تعالى في هذه القصة نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ومنها أن الله إذا أراد شيئا هيئ أسبابه وأتى به شيئا فشيئا بالتدريج لا دفعة واحدة ومنها أن الله إذا أراد شيئا هيئ أسبابه وأتى به شيئا فشيئا بالتدريج لا دفعة واحدة ومنها أن الأمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما بلغت لا ينبغي أن يستولي عليها الكسل عن السعي في حقوقها ولا اليأس من الارتقاء إلى أعلى الأمور خصوصا إذا كانوا مظلومين كما استنقذ الله بني إسرائيل على ضعفها واستعبادها لفرعون وملائه منهم ومكنهم في الأرض وملكهم بلادهم ومنها أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تطالب بحقها لا يقوم لها أمر دينها كما لا يقوم لها أمر دنياها ومنها أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله كما جرى لأم موسى ولموسى من تلك المخاوف ومنها أن الإيمان يزيد وينقص لقوله لتكون من المؤمنين والمراد بالإيمان هنا زيادته وزيادة طمأنينته ومنها أن من أعظم نعم الله على العبد تثبيت الله له عند المقلقات والمخاوف فإنه كما يزداد به إيمانه وثوابه فإنه يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب ويبقى رأيه وأفكاره ثابتة وأما من لم يحصل له هذا الثبات فإنه لقلقه وروعه يضيع فكره ويذهل عقله ولا ينتفع بنفسه في تلك الحال ومنها أن العبد وإن عرف أن القضاء والقدر حق وأن وعد الله نافذ لا بد منه فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي تنفع ومنها أن العبد وإن عرف أن القضاء والقدر حق وأن وعد الله نافذ لا بد منه فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي تنفع فإن الأسباب والسعي فيها من قدر الله فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها ومع ذلك لما التقطه آل فرعون سعت بالأسباب وأرسلت أخته لتقصه وتعمل الأسباب المناسبة لتلك الحال ومنها جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال إذا انتفى المحذور كما صنعت أخت موسى وابنتا صاحب مدين ومنها جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع كما فعلت أم موسى فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد من شرعنا ما ينسخه ومنها أن قتل الكافر الذي له عهد ومنها جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع ومنها جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال إذا انتفى المحذور كما صنعت أخت موسى وابنتا صاحب مدين ومنها أن العبد وإن عرف أن القضاء والقدر حق وأن وعد الله نافذ لا بد منه فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي تنفع فإن الأسباب والسعي فيها من قدر الله فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها ومع ذلك لما التقطه آل فرعون سعت بالأسباب وأرسلت أخته لتقصه وتعمل الأسباب المناسبة لتلك الحال ومنها جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال إذا انتفى المحذور كما صنعت أخت موسى وابنتا صاحب مدين ومنها جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع كما فعلت أم موسى فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد من شرعنا ما ينسخه ومنها أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز فإن موسى ندم على قتله القبطي واستغفر الله منه وتاب إليه ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق ومنها أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز فإن موسى ندم على قتله القبطي واستغفر الله منه وتاب إليه ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين المفسدين في الأرض ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب ولو زعم أنه مصلح حتى يرد الشرع بما يبيح قتل النفس أحسن الله عليكم قال في الحاشية يريد الشيخ رحمه الله بالإرهاب ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين المفسدين في الأرض ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب ولو زعم أنه مصلح حتى يرد الشرع بما يبيح قتل النفس قال في الحاشية يريد الشيخ رحمه الله بالإرهاب تهيب أهل المعاصي وتخويفهم حتى ينزجروا عن معاصيهم وذلك على حد قوله تعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين المفسدين في الأرض ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب ولو زعم أنه مصلح حتى يرد الشرع بما يبيح قتل النفس ومنها أن إخبار الغير بما قيل فيه وعنه على وجه التحذير له من شر يقع به لا يكون نميمة بل قد يكون واجبا كما ساق الله خبر ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى محذرا لموسى على وجه الثناء عليه ومنها إذا خاف التلف بالقتل بغير حق في إقامته في موضع فلا يلقي بيده إلى التهلكة ويستسلم للهلاك بل يفر من ذلك الموضع مع القدرة كما فعل موسى ومنها إذا كان لابد من ارتكاب إحدى مفسدتين تعين ارتكاب الأخف منهما الأسلم دفعا لما هو أعظم وأخطر فإن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل أو ذهابه إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليها وليس معه دليل يدله غير هداية ربه ومعلوم أنها أرجى للسلامة لا جرم آثرها موسى ومنها فيه تنبيه على أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى العمل ومنها إذا كان لابد من ارتكاب إحدى مفسدتين تعين ارتكاب الأخف منهما الأسلم دفعا لما هو أعظم وأخطر فإن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل أو ذهابه إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليها وليس معه دليل يدله غير هداية ربه ومعلوم أنها أرجى للسلامة لا جرم آثرها موسى ومنها فيه تنبيه على أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى العمل أو التكلم به إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه إلى الصواب من القولين بعد أن يقصد الحق بقلبه ويبحث عنه فإن الله لا يخيب من هذه حاله كما جرى لموسى لما قصد تلقاء مدينة ولا يدري الطريق المعين إليها قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل وقد هداه الله وأعطاه ما رجاه وتمناه ومنها فيه تنبيه على أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى العمل أو التكلم به إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه إلى الصواب من القولين بعد أن يقصد الحق بقلبه ويبحث عنه فإن الله لا يخيب من هذه حاله كما جرى لموسى لما قصد تلقاء مدينة ولا يدري الطريق المعينة إليها قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل وقد هداه الله وأعطاه ما رجاه وتمناه ومنها أن الرحمة والإحسان على الخلق من عرفه العبد ومن لا يعرفه من أخلاق الأنبياء وأن من جملة الإحسان الإعانة على سقي الماشية وخصوصا إعانة العاجز كما فعل موسى مع ابنتي صاحب مدين حين سقى لهما لما رآهما عاجزتين عن سقي ماشيتهما قبل صدور الرعاة ومنها أن الرحمة والإحسان على الخلق من عرفه العبد ومن لا يعرفه من أخلاق الأنبياء وأن من جملة الإحسان الإعانة على سقي الماشية وخصوصا إعانة العاجز كما فعل موسى مع ابنتي صاحب مدين حين سقى لهما لما رآهما عاجزتين عن سقي ماشيتهما قبل صدور الرعاة ومنها أن الله كما يحب من الداعي أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته ونعمه العامة والخاصة فإنه يحب منه أن يتوسل إليه بضعفه وعجزه وفقره وعدم قدرته على تحصيل مصالحه ودفع الأضرار عن نفسه كما قال موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير لما في ذلك من إظهار التضرع والمسكنة والافتقار لله الذي هو حقيقة كل عبد التوسل بالضعف والعجز حصل من موسى قال ربي إني لما أنزلت خير فقير يعني بحساج قال ربي إني لما أنزلت إليه وكانت جائع عنه وغيرا من الأنبياء هل توسل بها؟ نعم أيوب نمسني ضرعوانتها رحمه 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 زكريا كذلك يا ربه ربي إثناء ردوانتها خير وعرفي بحالة كل حالة نعم وفقره وحاجته ونشكتها لنعمه التوسل ومتصلة الأخرى معروفة توسل بضبه لسان لنفسه واعترفة بروبية الله تعالى وحدانيته وكماله وصدق تضرعه له من هو الدعاء من هو الاستغفار عليه وسيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقت لي وأنا عبدك أنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوه أولك من نعمتك علي وأبوه بدنبي فأغفر لي فإنه لا أفرض المئلة توسل بكلب التوحيد لا إله الله تعالى توسل بأنه عبد مخلوق وأنه عبد وتوسل باعترافه بلعمة الله وتوسل باعترافه بتقصيره وذنوبه ثم توسل باسمه أغفر لنكات أغفر رحيم نعم لكن أحسن الله عليكم هل يغني ذلك عن السؤال الصريح لأن هنا موسى لم يسأل سؤالا صريحا قال ربي إني لما أنزلت إليه من خير فقير نعم وأيوب كذلك قال ربي إني مسني الضر وأنت رحم الراحمين ولم يسأل سؤالا صريحا بكشف الضر هذا من رأت هذا ومنها أن الحياء والمكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم الصالحين ومنها أن الحياء والمكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم الصالحين ومنها أن العبد إذا عمل العمل لله خالصا ثم حصل به مكافأة عليه بغير قصده فإنه لا يلام على ذلك ولا يخل بإخلاصه وأجره كما قبل موسى مكافأة صاحب مدينة عن معروفه الذي لم يطلبه ولم يستشرف له على معاوضة ومنها أن العبد إذا عمل العمل لله خالصا ثم حصل به مكافأة عليه بغير قصده فإنه لا يلام على ذلك ولا يخل بإخلاصه وأجره ثم حصل له مكافأة عليه بغير قصده فإنه لا يلام على ذلك ولا يخل بإخلاصه وأجره كما قبل موسى مكافأة صاحب مدينة عن معروفه الذي لم يطلبه ولم يستشرف له على معاوضة يعني أحسن لكم صاحب مدينة أعطى ومنها أن العبد إذا عمل العمل لله خالصا ثم حصل له مكافأة عليه بغير قصده فإنه لا يلام على ذلك ولا يخل بإخلاصه وأجره كما قبل موسى مكافأة صاحب مدينة عن معروفه الذي لم يطلبه ولم يستشرف له على معاوضة ومنها أن العبد إذا عمل العمل لله خالصا ثم حصل له مكافأة عليه بغير قصده فإنه لا يلام على ذلك ولا يخل بإخلاصه وأجره كما قبل موسى مكافأة صاحب مدينة عن معروفه الذي لم يطلبه ولم يستشرف له على معاوضة ومنها جواز الإجارة على كل عمل معلوم في نفع معلوم أو زمن مسمى وأنما رد ذلك إلى العرف وأنه تجوز الإجارة وتكون المنفعة البضع كما قال صاحب مدينة إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين الآية وأنه يجوز للإنسان أن يخطب الرجل لابنته ونحوها ممن هو ولي عليها ولا نقص في ذلك بل قد يكون نفعا وكمالا كما فعل صاحب مدينة مع موسى ومنها قوله إن خير من استأجرت القوي الأمين هذان الوصفان بهما تمام الأعمال كلها فكل عمل من الولايات أو من الخدمات أو من الصناعات أو من الأعمال التي القصد منها الحفظ والمراقبة على العمال والأعمال إذا جمع الإنسان الوصفين أن يكون قويا على ذلك العمل بحسب أحوال الأعمال وأن يكون مؤتمنا عليه تم ذلك العمل وحصل مقصوده وثمرته والخلل والنقص سببه الإخلال بهما أو بأحدهما ومنها من أعظم مكارم الأخلاق تحسين الخلق مع كل من يتصل بك من خادم وأجير وزوجة وولد ومعامل وغيرهم ومن ذلك تخفيف العمل عن العامل لقوله وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين وفيه أنه لا بأس أن يرغب المعامل في معاملته بالمعاوضات والإجارات بأن يصف نفسه بحسن المعاملة بشرط أن يكون صادقا في ذلك ومنها جواز عقد المعاملات من إجارة وغيرها ومنها بغير إشهاد لقوله الحسن الله إليك الفائدة هذه الحسن الله إليكم من أعظم مكارم الأخلاق تحسين الخلق مع كل من يتصل بك من خادم وأجير وزوجة بعض العمالة الحسن الله إليك مثلا عمالة المسجد بعضهم بعض عمالة المسجد الحسن الله إليك ما يقوم بعمله إذا كنت حسن الأخلاق ما إلا إذا شديت عليه يعني هذا مجرب بعضهم يتعبك إذا صرت ستتعامل إلا إذا شديت عليه يبدأ يعمل يعني بجده أما الشدي ما ينافي حسن الله حسن الغير عن محاملة الطيبة لا يسبه ولا يشتمه ولا يديه ولا أعتد عليه بيد ولا يصوب صرات التي نغل به ويشد عليه كل العمل إذا ما عملت سنعمل كذا وسنعمل كذا سنبضيه كب غيرك فإن ممكن جاء لتهم الأرض نعم حسن الغير ما يزم منه الشدة نعم لكن أحسن عليكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أناس أنه لم يسألها لما فعلت كذا هل فعلت كذا نعم هذا من حسن الخلق لس هناك موجب لأن يشد عليه ولما رأى في بعض المرات أنه وكذا قال أين حاجثي أنا قال الآن يا رسول الله كلها محسن الخلق ولم يفعل شيء يعني شيء محرماً أو شيء ينافي الأخلاق حتى مثلاً يعاملهم عاملات إنما كلهم عاملات طيبة وهو كما قيل أنه يعني فطر والغلام فطر نعم سمع بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن يتبع هدى قال الشيخ رحمه الله ومنها جواز عقد المعاملات من إجارة وغيرها بغير إشهاد لقوله والله على ما نقول وكيل وتقدم أن الإشهاد به تنحافظ وتقل المنازعات والناس في هذا الموضع درجات متفاوتة وكذلك الحقوق ومنها الآيات البينات التي أيد الله بها موسى من انقلاب عصاه التي كان يعرفها حية تسعى ثم عودها سيرتها الأولى وأن يده نعم لكن هو ساقوها باب الحكاية لأنه ساقوا الآية كتبوها آية فقرئت كما هي الآن تفسير انقلابها حية تسعى تفسير لا في الحكاية هنا في نسختي أنا كتبوها بالآية كما هي فما قرأتها على أنها يعرف حية على المفعول فقرأتها كما هي بالآية وأن يده إذا أدخلها في جيبه ثم أخرجها صارت بيضاء من غير سوء للناظرين الله أكبر ومن عصمة الله وحمايته لموسى وهارون من فرعون وملئه ومن عصمة الله وحمايته لموسى وهارون من فرعون وملئه ومن انفلاق البحر لما ضربه موسى بعصاه فصار اثني عشر طريقا وسلكه هؤلاء فنجوا وقوم فرعون فهلكوا وغير ذلك من الآيات المتتابعة التي هي براهين وآيات لمن رآها وشاهدها وبراهين لمن سمعها فإنها نقلتها معظم مصادر اللقين الكتب السماوية ونقلتها القرون كلها ولم ينكر مثل هذه الآيات إلا جاهل مكابر زنديق وجميع آيات الأنبياء بهذه المثابة ولم ينكر ولم ينكر مثل هذه الآيات إلا جاهل مكابر زنديق وجميع آيات الأنبياء بهذه المثابة ومنها أن آيات الأنبياء وكرامات الأولياء وما يخرقه الله من الآيات ومن تغيير الأسباب أو منع سببيتها أو احتياجها إلى أسباب أخر أو وجود موانع تعوقها هي من البراهين العظيمة على وحدانية الله وأنه على كل شيء قدير وأن أقدار الله لا يخرج عنها حادث جليل ولا حقير وأن هذه المعجزات والكرامات والتغييرات لا تنافي ما جعل الله في هذه المخلوقات من الأسباب المحسوسة والنظامات المعهودة وأن هذه المعجزات والكرامات والتغييرات لا تنافي ما جعل الله في هذه المخلوقات من الأسباب المحسوسة والنظامات المعهودة وإنك لا تجد لسنة الله تبديلا ولا تحولا فإن سنان الله في جميع الحوادث السابقة واللاحقة قسمان أحدهما وهو جمهور الحوادث والكائنات والأحكام الشرعية والقدرية وأحكام الجزائي لا تتغير ولا تتبدل عما يعهده الناس ويعرفون أسبابه وهذا القسم أيضا مندارج في قدرة الله وقضائه ويستفاد من هذا العلم بكمال حكمة الله في خلقه وشرعه وأن الأسباب والمسببات من سلك طرقها على وجه كامل أفضت به إلى نتائجها وثمراتها ومن لم يسلكها أو سلكها على وجه ناقص لم يحصل له الثمرات التي رتبت على الأعمال شرعا وقدرا ولا قدرا وهذه توجب للعبد أي أن يجد ويجتهد في الأسباب الدينية والدنيوية النافعة مع استعانته بالله والثناء على ربه في تيسيرها وتيسير أسبابها وآلاتها وكل ما تتوقف عليه القسم الثاني وهذه توجب للعبد أن يجد ويجتهد في الأسباب الدينية والدنيوية النافعة مع استعانته بالله والثناء على ربه في تيسيرها وتيسير أسبابها وآلاتها وكل ما تتوقف عليه القسم الثاني حوادث معجزات الأنبياء التي تواترت تواترا لا يتواتر مثله في جميع الأخبار وتناقلتها القرون كلها وكذلك ما يكرم الله به عباده من إجابة الدعوات وتفريج الكربات وحصول المطالب المتنوعة ودفع المكاره التي لا قدرة للعبد على دفعها والفتوحات الربانية والإلهامات الإلهية والأنوار التي يقذفها الله في قلوب خواص خلقه فيحصل لهم بذلك من اليقين والطمأنينة والعلوم المتنوعة ما لا يدرك بمجرد الطلب وفعل السبب ومن نصره للرسل وأتباعهم وخذلانه لأعدائهم وهو مشاهد في كثير من الأوقات صلى الله عليه فهذا القسم ليس عند الخلق اهتداء إلى أسباب هذه الحوادث ليس فهذا القسم ليس عند الخلق اهتداء إلى أسباب هذه الحوادث ولا جعل لهم في الأصل وصول إلى حقيقتها وكنهها وإنما هي حوادث قدرها الرب العظيم الذي هو على كل شيء قدير حسن الله عليك نعم وإنما هي حوادث قدرها الرب العظيم الذي هو على الحوادث قدرها فهذا القسم ليس عند الخلق اهتداء إلى أسباب هذه الحوادث نعم سبحانه وتعالى إلى سبحانه وتعالى وإنما هي حوادث قدرها الرب العظيم الذي هو على كل شيء قدير بأسباب وحكم وسنن لا يعقلها الخلق سبحانه وتعالى نعم ولا لحواسي لا لحكم سبحانه وتعالى فيما يقدر ويخلق ويشرع ويمره له الحكم بباء الأسفل إن ربك عالم الحكيم نعم إن رب يطف لما يسأل الله ولا يحكم نعم ولا لحواسهم وتجاربهم وصول إليها بوجه من الوجوه نعم قولها تعمل قولها فهذا القسم ليس عند الخلق اهتداء إلى أسباب هذه الحوادث ولا جعل لهم في الأصل وصول إلى حقيقتها وكنهها نعم وإنما هي حوادث قدرها الرب العظيم الذي هو على كل شيء قدير بأسباب وحكم وسنن لا يعقلها الخلق نعم ولا لحواسهم وتجاربهم مصول إليها بوجه من الوجوه وبها آمن الرسل من أولهم إلى آخرهم وأتباعهم الأولون منهم والآخرون وبها يُعرف عظمة الباري وأن نواصي العباد بيده وأن نواصي العباد بيده وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ويُعرف بذلك صحة ما جاءت به الرسل كما يُعرف أيضا بالقسم الأول وكما أنه لا سبيل إلى العباد في هذه الدار إلى إدراك كنه صفات اليوم الآخر وكنهما في الجنة والنار وإنما يعلمون منها ما علمتهم به الرسل ونزلت به الكتب نعم كان فرعون يفتخر بالماء يقول يا قوم أليس يموكوا مصر وهذه النار تجري من تحتها فلا تسرون فأهلك الله بالماء لا يفتخروا بهذا من حكمة الله الشيء الذي يفتخر به هلك الله به ولا الحكمة بالماء وكما أنه لا سبيل إلى العباد في هذه الدار إلى إدراك كنه صفات اليوم الآخر وكنهما في الجنة والنار وإنما يعلمون منها ما علمتهم به الرسل ونزلت به الكتب ولا سبيل إلى ولا سبيل إلى إلى أهل هذا الكون الأرضي للوصول إلى العالم السماوي ولا سبيل لهم إلى إحياء الموتى وإيجاد الأرواح في الجمادات فكذلك هذا النوع العظيم من حوادث الكون الحوادث الكون في السادة كمانا وكما أنه لا سبيل إلى العباد في هذه الدار إلى إدراك كنه صفات اليوم الآخر وكنهما في الجنة والنار وإنما يعلمون منها ما علمتهم به الرسل ونزلت به الكتب ولا سبيل إلى أهل هذا الكون الأرضي للوصول إلى العالم السماوي ولا سبيل لهم إلى إحياء الموتى وإيجاد الأرواح في الجمادات فكذلك هذا النوع العظيم من حوادث الكون وإنما أطلنا الكلام على هذه المسألة وإن كانت تستحق من البسط أكثر من هذا الأمرين أحدهما أو أحدهما أن الزنادقة المتأخرين الذين أنكروا وجود الباري وأنكروا جميع ما أخبرت به الرسل والكتب السماوية من أمور الغيب ولم يثبتوا من العلوم إلا ما وصلت إليه حواسهم وتجاربهم القاصرة على بعض علوم الكون أن الزنادقة المتأخرين الذين أنكروا وجود الباري وأنكروا جميع ما أخبرت به الرسل على بعض علوم الكون وأنكروا ما سوى ذلك وزعموا أن هذا العالم وهذا النظام الموجود فيه لا يمكن أن يغيره مغير أو يغير شيئا من أسبابه وأنه وجد صدفة من غير إيجاد موجد وأنه آلة تمشي بنفسها وطبيعتها ليس لها مدبر ولا رب ولا خالق تعالى الله صلى الله عليه وهؤلاء جميع أهل الأديان يعرفون مكابرتهم ومباهتتهم لأنهم كما عدموا الدين بالكلية فقد اختلت عقولهم الحقيقية فقد اختلت عقولهم الحقيقة وهؤلاء جميع أهل الأديان يعرفون مكابرتهم ومباهتتهم لأنهم كما عدموا الدين بالكلية فقد اختلت عقولهم الحقيقة إذ أنكروا أجل الحقائق وأوضحها يعني السلبة من العقول السليمة التي ترشدهمتهم إلى الحق وإن كانت معهم عقول وقلوا معيشيها لشربة في هذه الحياة فيها يبقعون ويشترون ويسافرون ويذهبون ويجيؤون لكن حياة معيشية كحياة البهائمة كحياة البهائمة ثم الحياة الحقيقية التي هي فيها السعادة على أبدية سلبوها الحياة التي ترشدهم ترشدهم إليها المقول السليمة والأقول النيرة سلبوها صلى الله عليه وسلم ورحمة الله قال وَنَقَذْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَهِيرًا بِالْجِنِّ وَالْإِنْسِينَ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَوْنَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْجِنُوا لَا يُبْصُرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْذَنُوا لَا يَسْفَعُونَ بِهَا وَلَهِكَ كَلَنْ عَمِ بَلْهُمْ أَضَلُ وَلَهِكَ هُمْ أَفِرُونَ قال ثالثة فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلول التي في الصدور بسرس سوا نعم وهؤلاء جميع أهل الأديان يعرفون مكابرتهم ومباهاتتهم لأنهم كما عدموا الدين بالكلية فقد اختلت عقولهم الحقيقة إذ أنكروا أجل الحقائق وأوضحها وأعظمها براهين وآيات وتاهوا بعقولهم القاصرة وآرائهم الفاسدة هؤلاء أمرهم معلوم ولكن الأمر الثاني أن بعض أهل العلم العصريين سلام سلام باك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعض فقال العلامة عبد الرحمن بناصر السعدي رحمه الله الأمر الثاني أن بعض أهل العلم العصريين الذين يتظاهرون بنصر الإسلام والدخول مع هؤلاء الزنادقة في الجدال عنه يريدون باجتهادهم أو اغترارهم أن يطبقوا السنن الإلهية وأمور الآخرة على ما يعرفه العباد بحواسهم ويدركونه بتجاربهم فحرفوا لذلك المعجزات وأنكروا الآيات البينات ولم يستفيدوا إلا الضرر على أنفسهم وعلى من قرأ كتاباتهم في هذه المباحث إذ ضعف إيمانهم بالله بتحريفهم لمعجزات الأنبياء تحريفا يؤول إلى إنكارها وإنكارهم هذا النوع العظيم من قضاء الله وقدره وضع في إيمان من وقف على كلامهم ممن ليست له بصيرة ولا عنده من العلوم الدينية ما يبطل هذا النوع ولم يحصل ما زعموه من جلب الماديين إلى الهدى والدين بل زادوهم إغراء في مذاهبهم لما رأوا أمثال هؤلاء ويحاولون إرجاع النصوص الدينية ومعجزات الأنبياء وأمور الغيب إلى علوم هؤلاء القاصرة على التجارب القاصرة على التجارب والمدركات بالحواس فيا عظم المصيبة ويا شدة الجرم المزوق ولكن ضعف البصيرة والإعجاب بزرادقة الدهريين أوجب الخضوع لأقوالهم فلا حول ولا قوة إلا بالله ومنها أن من أعظم العقوبات على العبد أن يكون إماما في الشر وداعيا إليه كما أن من أعظم نعم الله على العبد أن يجعله إماما في الخير هاديا مهديا قال الله تعالى في فرعون وملائه وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وقال تعالى وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ومنها ما في هذه القصة من الدلالة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إذ أخبر بهذه القصة وغيرها خبرا مفصلا مطابقا وتأصيلا موافقا قصه قصا صدق به المرسلين وأيد به الحق المبين وهو لم يحضر في شيء من تلك المواضع ولا درس شيئا عرف به أحوال هذه التفصيلات ولا جالس وأخذ عن أحد من أهل العلم إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيم ووحي أنزله عليه الكريم المنان لينذر به العبادة أجمعين ولهذا يقول في آخر هذه القصة وما كنت بجانب الطور وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى وما كنت ثاويا في أهل مدين وهذا نوع من أنواع براهين رسالته ومنها ذكر كثير من أهل العلم أنه يستفاد من قوله تعالى عن جواب موسى لربه لما سأله عن العصى فقال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي استحباب استصحاب العصى لما فيه من هذه المنافع المعينة والمجملة في قوله مآرب أخرى وأنه يستفاد منها أيضا الرحمة بالبهائم والإحسان إليها والسعي في إزالة ضررها ومنها أن قوله جل ذكره وأقم الصلاة لذكر أي إن ذكر العبد لربه هو الذي خلق له العبد وبه صلاحه وفلاحه وأن المقصود من إقامة الصلاة وأن المقصود من إقامة الصلاة إقامة هذا المقصود العظم ولولا الصلاة التي تتكرر على المؤمنين في اليوم والليلة لتذكرهم بالله ويتعاهدون فيها قراءة القرآن والثناء على الله ودعاءه والخضوع له الذي هو روح الذكر لولا هذه النعمة لكانوا من الغافلين وكما أن الذكر هو الذي خلق الخلق لأجله والعبادات كلها ذكر لله فكذلك الذكر يعين العبد على القيام بالطاعات وإن شقت ويهون عليه الوقوف بين يدي الجبابرة ويخفف عليه الدعوة إلى الله قال تعالى في هذه القصة كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا وقال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تني في ذكري ومنها إحسان موسى صلى الله عليه وسلم على أخيه هارون صلى الله عليه وسلم إذ طلب من ربه أن يكون نبيا معه وطلب المعاونة على الخير والمساعدة عليه إذ قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمر الآيات ومنها أن الفصاحة والبيانة مما يعين على التعليم وعلى إقامة الدعوة لهذا طلب موسى من ربه أن يحل عقدة من لسانه ليفقه قوله أحسن الله إليك ومنها أن الفصاحة والبيانة مما يعين على التعليم وعلى إقامة الدعوة لهذا طلب موسى من ربه أن يحل عقدة من لسانه ليفقه قوله وأن اللثغة لا عيب فيها إذا حصل الفهم للكلام ومن كما لأدب موسى مع ربه أنه لم يسأل زوال اللثغة كلها بل سأل إزالة ما يحصل به المقصود ومن كما لأدب موسى مع ربه أنه لم يسأل زوال اللثغة كلها زوال اللثغة كلها بل سأل إزالة ما يحصل به المقصود نعم أحسن عقدة من لسانه يفقه قولي قال يفقه قولي يعني سأل أن يزيل شيئا حتى يتمكن الناس من فهم كلامه يعني من تكون تبعيضية يعني نعم عقدة من لسانه وقد تكون بيانية ومنها أن الذي ينبغي في مخاطبة الملوك والرؤساء ودعوتهم وموعظتهم الرفق والكلام اللي الذي يحصل به الإفهام بلا تشويش ولا غلظة وهذا يحتاج إليه في كل مقام وهذا يحتاج إليه في كل مقام لكن هذا أهم المواضع وذلك لأنه الذي يحصل به الغرض المقصود وهو قوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى ومنها أن من كان في طاعة الله مستعينا بالله واثقا بوعد الله راجيا ثواب الله فإن الله معه ومن كان الله معه فلا خوف عليه لقوله تعالى لا تخاف ثم علله بقوله إنني معكما أسمع وأرى وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ومنها أن أسباب العذاب منحصرة في هذين الوصفين إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى أي كذب خبر الله وخبر رسله وتولى عن طاعة الله وطاعة رسله ونظيرها قوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى ومنها أن قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى استوعب الله بها الأسباب التي تدرك بها مغفرة الله أحدها التوبة وهو الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا وهي تجب ما قبلها من الذنوب صغارها وكبارها الثاني الإيمان وهو الإقرار والتصديق الجازم العام بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم الموجب لأعمال القلوب ثم تتبعها أعمال الجوارح ولا ريب أن ما في القلب من الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر الذي لا ريب فيه أصل الطاعات وأكبرها وأساسها ولا ريب أنه بحسب قوته يدفع السيئات يدفع ما لم يقع فيمنع صاحبه من وقوعه ويدفع ما وقع بالإتيان بما ينافيه وعدم إصرار القلب عليه فإن المؤمن ما في قلبه من الإيمان ونوره لا يجامع المعاصي الثاني الإيمان وهو الإقرار والتصديق الجازم العام بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم الموجب لأعمال القلوب ثم تتبعها أعمال الجوارح ولا ريب أن ما في القلب من الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر الذي لا ريب فيه أصل الطاعات وأكبرها وأساسها ولا ريب أنه بحسب قوته يدفع السيئات يدفع ما لم يقع فيمنع صاحبه من وقوعه ويدفع ما وقع بالإتيان بما ينافيه وعدم إصرار القلب عليه فإن المؤمن ما في قلبه من الإيمان ونوره لا يجامع المعاصي والذي خلط عمل صالح مع عمل سيئة تحت مشيئة الله الحسن مغالب نعم والثالث العمل الصالح وهذا شامل لأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان والحسنات يذهبن السيئات الرابع الاستمرار على الإيمان والهداية والإزدياد منها فمن كمل هذه الأسباب الأربعة فليبشر بمغفرة الله العامة الشاملة ولهذا أتى فيه بوصف المبالغة فقال وإني لغفار ولنكتفي من قصة موسى بهذه الفوائد مع أن فيها فوائد كثيرة للمتأملين ثم قال رحمه الله قصة يونس عليه الصلاح وفق الله جمال صلاح جمال صلاح جمال صلاح جمال صلاح جمال صلاح جمال